نعم ما رأيك أستاذ عبد الرؤوف هل أجابت على التساؤلات هل أزالت اللبس هذه التعديلات هل هناك يمكن القول بأن تغييرات جهورية جرت على مشروع الدستور لكي يزيل أي التباس حتى فيما يتعلق الدولة الدينية كما ذكر أستاذ نجم الدين أيضا فيما يتعلق بترشح المرأة فيما يتعلق بالحريات وعدم الاستبداد وحكم الرجل الفردي الديكتاتوري إنجاز التعبير طبعا أضحى مبارك للجميع التعديلات التي أجراها رئيس الجمهورية هي كانت تعديلات شكلية فقط ربما لإصلاح بعض الأخطاء اللغوية وكذلك توضيح بعض المفردات وإعادة ترتيب الفصول التي وردت في هذا المشروع في المقابل تم الحفاظ على نفس الصلاحيات لرئيس الجمهورية فهو فوق الدستور وفوق كل مؤسسات الدولة بالتالي نحن أمام دستور يؤسس لملكية دستورية مثل التي تعيشها الشقيقة المغرب فالرئيس يعني هو في مرتبة الملك لا أحد له الصلاحية لمسائلة رئيس الجمهورية أو عزله أو مطالبته يعني بتصحيح توجهاته أو التوجهات التي يختارها لباقي مؤسسات الدولة كذلك مسألة استقلالية القضاء هي حافظة عن النفس التوجه فالقضاء هو من بين الوظائف التي تخضع لسلطة رئيس الجمهورية نفس الشيء بالنسبة للحريات فما أصلحه في الفصل 55 عبر الإيهام بضمان الحريات ما لم تمس بالأمن القومي وحرية وحقوق الأشخاص الآخرين هذا نسفه في الفصل الخمسة لأن الفصل الخمسة له علوية على الفصل الخمسة وخمسين وعندما يقول أن الدولة مطالبة بتطبيق تعاليم الدين الإسلامي هنا وضع أسس الدولة الدينية في تونس حتى وإن أضاف إليها كلمة في إطار النظام الديمقراطي لأن تلك الفاظ هي الفاظ فاظ فاظة وليس لها حدود هناك أنظمة ملاكية تعتبر نفسها أنظمة ديمقراطية كذلك غدا تونس ستتحول إلى دولة ملاكية لكن تحت شعار الملاكية الديمقراطية فلا شيء يمنع سواء الرئيس قيس السعيد أو الرئيس الذي سيأتي بعده من أن يتحول إلى ملك وفق هذا الدستور فليس هناك ما يمنعه من ذلك كذلك الحريات ولكن النظام الرئاسي تغيى الإصلاحات